أنا ضد حكاية أننا قلبنا يوجعنا لسبب واحد السرطان زي ما هو حاجة صعبة جداً ربنا سبحانه وتعالى برضو بيدي له وقت كبير جداً إيحنا نعرف نلحقه وخلينا ناخد مثلاً إجزامبل زي سرطان عنق الرحم سرطان عنق الرحم زي ما قلت في البداية وفاة منه عالية جداً لكن في نفس الوقت لما بقولك الشفاء منه 100% والحماية منه 100% أنا ما منفعش أفوت الفرصة دي دكتور هلا ودكتورة راني أتكلمه وقاله وقاله إن إحنا بنتطر إن إحنا نعمل استقصار للرحم والغداد اللينفوية ويمكن بنحتكي علاج كماوي وإشاعي ونسبة النجاح بتاعته مش أعلى حاجة لإن اكتشافها بيبقى متأخر كمان في حين إن أنا لو عملت الفحص كل 3 سنين يعني لما أبدأ من سن 25 سنة لسن 49 سنة مرة كل 3 سنين أشوف الدكتور وأعمل الفحص أطبع إنه ما فيش ويروس وإنه ما فيش خلايا ومن سن 50 سنة لسن 65 سنة كل 5 سنين الفرق الكبير جداً بين حياة ده وحياة ده أنت مش بتخيلها لوضع شكله وعمل إزاي خليني أحكي لك إجزامبل للتنين بيش أنت دايماً بقول بهم الإجزامبل ده ودايماً في كل الحتة اللي إحنا بننزل نوعي فيها لازم بقولهم بنت سنة ستة عندها 35 سنة لسه في عز شبابها وفاينانشيلي كويسة جداً وتقدر إنها تعمل فلو أب سهولاً مش قصتها في القصد بتاع التحليل أو غيره كان نازل عليها لخبطة في الدورة الشهرية وده بيحصل لسيدات كتير جداً 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 أخدت علاج سمعي الكلام أصحابها شوية طب أأخر شوية طب ما فيش مشكلة الوقت لحد ما فين جت شفناها شخصناها سرطانة ونقرأها كانت النتيجة إيه؟ نحنا دخلناها وقطل عملياته وكمان عملنا لها استقصال الرحم استقصال القناة المهبلية للمبيض وده دخلها في سن اليأس بدري فها شاشة العظام والهبات السخنة والكلام الكتير اللي بيحصل أخدت علاج كيماوي أشعاعي إحساسها الوقتي كل ما بتحس بألم في بطنها أو أي حاجة ده ملع العملية طب السرطان رد علي ولا لأ قصة كبيرة جداً ومأساة كبيرة وتكلفة مادية ضخمة حتى بعد العلاج طبعاً بيكونش نفسياً في حين حالة تانية جات من البداية شخصناها وهي لسه في مرحلة الخلال الغير طبعية علاجها كان في عشر دقائق تحت مخدر موضوعي لعلاج كيماوي ولا علاج إشعاعي ولا جراحة يعني عشر دقائق بالظبط يعني الاكتشاف المبكر لسرطان عنق الرحم يقدر يخلي العلاج خلال عشر دقائق فقط لديه والحقيقة أنا ما بسمهوش اكتشاف مبكر لأن اكتشاف مبكر ده ممكن يديني الإحساس إن أنا حيبقى عندي سرطان بس حلحقه بدري لأ أنا بسميه تحليل الحماية والوقاية من سرطان عنق الرحم لأن حتى لو لقيت فيروس حتى لو لقيت خلايا غير طبعية أنا في مرحلة الأمان علاجها هيتمها في عشر دقائق وما فيش منه اي مشكلة ونسبة الشفاء بتاعته مية في المية فرق كبير جدا بالاتنين لما بنيجي نتكلم مع الناس التطعيم قدوا التطعيم لولاكو طب إما تكبر شوية هو لو سن معاين بتاخد فيه من 9 إلى 15 سنة ده الماكسيمون بنيفت بتاعه أو ده أكتر وقت بيجيب فيه الإفكت بتاعه وبحميها بشكل كبير جدا من مشاكل كبير جدا ممكن تتعرض بنيدي التطعيم ده للولد وبنيدي التطعيم للبنت لازم الدكتورة هالة قالت آه الأشهر من الفيروس أكتر حاجة بيسببها الفيروس هو سرطان عنق الرحم لكن السرطان ده بيعمل خمس أنواع الفيروس ده بيعمل خمس أنواع من السرطان كمان سرطان القناة المهبلية سرطان القناة التنسولية الخارجية سرطان المريء والزور سرطان الرقبة والدماغ سرطان العضو الزاكري عند الراجل هو هو نفس الفيروس فانما بديك التطعيم أنا بحميكي مش مس من سرطان عنق الرحم أنا بحميكي من كل السرطانات التانية اللي موجودة فعلا وده أهمية التطعيم وطبعا التطعيم مهم جدا ومش معنى لأنا برضو عشان تبقى المعلومة واضحة لأن مش عاوز أدي معلومات غلط مش معنى لأنا أخدت التطعيم أن أنا معملش الفحص أنا بدي التطعيم عشان أقلل نسبة الإصابة بشكل كبير ولكن عشان أوصل للحماية بنسبة 100% بأخد التطعيم وأعمل الفحص بتاعي فده النقطة دايما اللي احنا بنحاول اللي احنا نأكد عليها مرة واثنين وثلاثة قصة إن أنا دع الفتنة نائمة مش عاوز أجي نحياتها سيبني أنا الحمد لله كويسة ما بروحش للدكتور غلما بيكون تعبانة لا أنا مش عاوز أكتبقي تعبانة خالص هي الهدف مش إننا نعالج سرطان أو مش الهدف اللي أنا الدولة الوقت عملت محاربة كبيرة جداً لقوام الانتظار والحاجات اللي هي الأورام ومعهد الأورام بس أنا كمواطن من أنا أقدر كمان أساعد الدولة بشكل كبير أحافظ على نفسي وقلل التكلفة بإن أنا أعمل الكشف المباكر